اخبروكم يا شباب معكم محمد جميل والخاتل عميد وحلقة جديدة في او محاكل مزرعة هو ليه في خنزير طلعة برة وميتة ده ايه ده بقى في ايه بالزبط بقى شفتوا يا جماعة خنزير ميتة اما شو مام ايه اللي حصل الاكل عندكم خلص طب ايه اللي طلعكم برة اهو يا عام لسه فيه اكله في مياه ويه اللي جاب ده هنا هما آآ سواني سواني يا جماعة هو تقريبا طب سواني بس انا عايز افهم حاجة بس ادخل جوه هما دول ميتين طب ليه ماتوا بقى مفيش اكله شرب ولا مسلا الاكل اللي هنا مجلهمش ولا مصلهمش انا بصراحة مش فهم في ايه بالزبط بس تقريبا ان انا فهمته ان يا اما الاكل خلص يا اما دول معارفوش يروحوا ياكلوا بسبب الخنزير الصغرى فماتوا يا نهار قبل طب خليها حللهم كيه بسرعة قبل ما اللحمة بتاعتهم تنقى في البداية لو انت جديد ما تسعيش بقى باللايك والاشتراك في القناة اما حاجة لايك يا برو لاني لايك وساعت في انتشار الفيديو انا عارف ان انا اتأخرت عليكم جامد في لعبة من مزرعة بس اهو شفته طلع ازاي يخربيت وشو يا جماعة شكل وحش ازاي لا 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 خليه يتفك ده وانت تعلم على انزل وده انا ازاي اقدر امسيكو ده اصلا يخربيتك ده انت عجلي طلع برة مجاري طلع يجري برة يلا يلا تعالي تعالي يعني صغيرة عايز اطلع برة طب انا عمل ايه يا جماعة اقتلهم وخلاص في خنزير كبيرة هنا وصغيرة اه في فتيات هنا خلاص ماشي خلاص 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 يبا نموت بقى الادنين دول يلا بسم الله رحمة 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 يا مساء الحال يا رب ما سندو شافية كمية اللحوم اللي هنا ده احنا نروح نبيح هنعملها طب انا عمي ميدو انت هتعمل ايه النهاضة النهاضة انا عايز ابني بقى المزارع الكبيرة علشان صراحة هنا بقت زحمة وحاجة واش الصراحة والمزارع الكبيرة دي هتبقى مزارع ممكن ما ابنهاش المزارع اللي ايه هي اللي فلك عمي ميدو ععافيتم المزارع الكبيرة او اللي هي فاهم انت بس اللي اللحمة دي اللي هي الحمرة دي انا ممكن ما ابنهاش طبعا انا انا بفكر دلوقتي وانا ايعد كده معاكم لان انا بصراحة عايز اعمل اه ممكن ابني المزارع الكبيرة دي ايوة الخنزير بس المعيز والبقر مش هبني لهم المزارع اللي زي دي. ليه بقى? لان المزارع الكبيرة لان المزارع الكبيرة مش هتبقى متقسمة زي الفالي بالزب. متقسيمة اللي عايزوا علشان ازبط البقر والمعيز في اماكن معينة بحيس مسلا ما خلهمش يتحركوا من المكان ده الا لما انا جيلهم. يعني فهم انت ازاي? يعني كل بقرة مسلا لها الاكل والشرب بتاعها. ما تتحركش من المكان عشان لما اجيب جهاز الحلب الاوتوماتيك اقدر احلبها بكل سهولة فهم انت ازاي? وعلشان برضو ما اتلخبطش وانا قاعد بحلب فيهم لان انتم عارفين طبعا في الحلقات اللي فاتت لما اجي احلب بقرة طبعا حتى لو ما حتوطلق الهاشتاج ممكن اتلخبط هل حلبنا البقرة دي ولا فهيب الموضوع كبير جدا. ما عاوش اني الخنزير هنا برضو لما بتموت ما اقدرش هشيلها مسلا احطها في العربية باي طريقة ان كان يعني اعملها هناك وخلاص وراح دماغي بدل ما اعد اجمعهم كده في التلاجات لان والله بيستليوكم التلاجات كتير وفي الناس الوقت باخدوا وقت كبير قوي في التجميع وده الصراحة لانا مش حبه. ما تتحرك يا زلمة في ايه عم? عشان نبني المزارع محتاجين ان احنا نقطع الشجر اللي ورانا ده عايزان نقطع اكبر كم منه علشان برضو يبقى معنا خشب كتير وفي نفس الوقت علشان نقدر نبني واحنا مستريحين البتاع بتاعتنا او الحزنة بتاعتنا. بالاضافة كمان محتاجين نشتري لنا كمان الاتين من بتاعت قطيع الخشب عشان كده يبقى معنا مسلا مجموعة خمسة او ستة هي عدد ممتاز جدا. فبالتالي نقدر نقطع اسرع والدينة دي كلها. ربنا يسهل ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. انا بصراح ما عرفش اعمل دول ايه? ممكن تدخل لي طيب بسرعة. تعالي كده. تعالي يا بيت. هتحجزت بنت اللازين. يا بنت اللي ايه? هتتخلي اللي بتاعي يطلعوا برا يا. ما عمش ايه اللي خلاني اعمل باب ده هنا يا جدعان والله العظيم حاجة تشل. انا مش بيدخل اي خنزين من برا. شوف 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 ده تحسوا نايم مش ميت ده. ده ده دوب التلاجات رجبة بالزبط او الحفزات. انا بسماءة تلاجات عشان احيان بتعود السمك بيجي ويبيعوا فيها او الناس اللي هي بتبيع في الشارعة لهم جابين حفزة زي دي وملينا تلج فبتحفز على جواها يعني سواء سمك لحمة الكلام ده كله او عصير او كده فان عشان جاب سماءة تلاجات مع انها يا حلوة خلي بالك التلاجات دي في منها اللي هو شغال بالكهرابع عادي بس بشتغل ناسا على كهارابع 12 بولد حاجات بسيطة كده ببرهيب برضو نشوف دي يا انت فاضية والله يا معاناة حرفية يا جماعة خليك انت كده بره اه لحد ما تموم الحلقة اللي فات برضو زبطنا البيت الشمسي ده وجبت المقطور دي في الكواليس ومليتها بنزيمة علشان يعني بحتاجة كتير بدل ما كولي شوية ده اروح للبنزيمة طب ايه بقى اللي جاب الاخ الصغير ده هنا المهم زي انتو شايفين الزرع بدأ يطلع طبعا انا كل شوية اجيب خشب لما جمع لان البتاع رخمة جمع بصو بتاخد كانت لما انتشرب روح خشب يعني تقريبا اتنين بكت وشوية المهم زي ما انتو شايفين الزرع معظم اطلع فانا سيبه عشان منحصده سوى وهنا برضو زرعت شوية زرع بس هنا محتاجة عن طريق البخاخات دي فبرضو عايزين نروح نشتري البخاخات دي واحنا ماشيين السلام عليكم وحط الله وبركاتو وقال بعتمام بتلات تلاف متين واربعين جنيه طيب اللحمة التانية الهناك انا ممكن ممكن نعمل برضو في حلقة النهار ده حاجة حلوة ممكن روح نشتري مفارن اللحم والمفارن دي اه والله يا عمام يدو ليه ما تشتريش مفارن اللحم ونبدأ نفرم اللحم دي والراح دي انا او الله عزل فكرة جامدة خلان عادي عام نشتري مفارنتين انا كده كده تقريبا معايا كم معايا تبقى تلاف جنيه صراحة انا معرفش سعر المفارمة دي بس خلان نشوف كده يمكن تطلع سعرها كويس ونبدأ نقطعهم وخلصوا رايح دماغنا علشان يجينا عائد اكبر بكتير وبالتاني معودش رايح جاي بقى بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم طب عندي المفارمة اليدوية احنا مش عايزين اليدوية احنا عايزين الوتوماتيكية دي. عند انا ال Lane دول احنا محتاجين ال Lane دول. الواحدة في واحدة عاملة الف ونص هنشتري منها اتنين واحدة عاملة الف يعني هنشتري منهم اتنين. كده اربعة تلافة وتم نمیت جنيه هات يا باشا ما فش اي مشاكل والله ما عندي اي مشكلة. نبدأ نرسوها هنا واحد واحد. خليمن المرة اشتري اربع او خمسة من البن واحد هاتنين تلاتة اربعة خمسة ستة خليم ستة اي عم ام اخير خمسة ما فيش اي مشاكل هدتم وخلص. تلتمية وتلاتين جنيه يعني موضوعك بسيط جدا كأنك راح تشتري حلها من عند عمك ربيع. كده فضل واحدة كمان. الله يعطيك الاف عافية. يلا بسم الله الرحيم. ده العربية ده يا جماعة حملت اسية وكسب الله شايلة كتير قوي. والحلو في العربية دي ان هي صغيرة وسريعة وخفيفة معاك. احسن من العربية الكبيرة. ممكن تلاقي معقدة معاك تحول تخبط فهم انت? فالعربية الصغيرة دي احسن وفوق ده كله ان هي مس سريعة قوي. فسرعتها البطيقة دي هي دي احلى حاجة فيها الصراحة. نبدأ بس نوقف هنا ونبدأ ان نحط لنا شوية بنزيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نروح للمستودع بتاعنا في السريع. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوة اركن بقى هنا كده اسطح. يا احنا لسه عايزين نبني الصدق. اه احنا قلنا عايزين نبني النص التاني. باعزدك بس ممكن تنزلي الحاجات دي هنا دلوقتي. مفوض المية ده حاول حلله بسرعة بلما اللحمة بتاعته تنقص. بسم الله الرحمن الرحيم. يا نهار ابيض. المشكلة بياخد كتير ابن اللازينة ده. كتير قوي. يعني لازم تقعد بس 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 شو بتقعد من فيها دي. بول مرة خليه برضو اعمل حركة هنا حلوة. لا لا اركب هنا. ادخل هنا يا زلمة اخلص خلصنا. ادخل جنب اخوك. يا نهار ابيض. شفتوا هناك مات ازاي جماعة كان بتحرك دلوقتي ومات اهو. والخنازيل لأ افتكرت الخنزيل السغرة مات. طيب ادي عندك واحد هنا مات. رحمتكم كتير قوي يسطى وبتزهق اكسهم بالله. خنازيل ده عندهم كمية سباخ يا جماعة هنا جامد ده. تعمل سباخ للزرع على كيف كيفك. اسرع طريقة في اللعبة. والله يسعدينك يا زلمة على الحركة دي. يا اخي بترايح الجامد بالطريقة دي. افتح كيف يزنك الباب في الثاني. راح فين انت معلم. شايف نفسك هتنجو يعني من هزي المعركة. تمنى التلكتين دول يكفوه. اتنشر اتنشر اربعة عشرين. والله متهايل الخنزيل بيطلع كما يا جماعة خبس تلاتين او حاجة زي كده صح? فما اعتقدش ان دول هيكفوه برضو. بس عموة خلال انجرب تعالى مدير. انت اي اللي جابك هنا بقى? بسم الله الرحمن الرحيم. اتمنى يكون اربعة عشرين او اقل كمان يا رب. بسم الله ما شاء الله التلاجات مقدت بسرعة كبيرة جدا. وما فيش تلاجات اكبر من دي او حفزات اكبر من دي. ده الحفزة دي تجيب الشلل والله العزيل. فضل واحدة ها? ما اخدت هاش. طيب عادي ما فيش اي مشاكل كده يعتبر كل الحفزات عندنا مليان. اه ده احداشر ده. سبحان الله. بس كده. كده الحفزات كلها عندنا كملت. ما فيش اللي خنزير واحد برا او اتنين كمان برا. يا ولاد اللي ايه يا لازينة? طيب دلوقتي اللي هيحصل ايه عميمي ده? هناخد العربية دي وروح عند المطعم. نتبح الاتنين دول ونبيحهم ونيجي نجيب الاتنين ونبيحهم بحهم. احسن حاجة كده على فكرة. لان اصل كده كده انا كل حلقة وكل حلقتين ايه يا ابن اللي جاب الواح الخشب دي هنا? فارمت يا واندين. ما فيش حقيقة لحمة توقع برا. شوف اللحمة دي. يا اصلا انت بترمي بعنف ليه كده اصلا? خلي كل اللحمة جوه كده. ايوة في الحاس ده. ليه الحاس ده? عشان نقدر نبيحهم بكل السهولة. زي ما شايفين اللحمة الجبنين الف وخمسمائة جنيه ممتاز جدا والله يا جماعة مكسب الخنازيل ده طالع جبار او طالع رهيب بمعنى صح? اخوات يا باشا بس كده. كده الف وخمسمائة بسم الله ما شاء الله. تلات تلاف يا جماعة في دقيقة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وخلاه دلوقتي انه باشر في بناء المفارب نفسها. خلاه نشوف كده الجبن اللي عندنا انزمها. بصوا يا جماعة. في جبن بقيت سودة اهي. ولو في جبن شكله متعفن قوي. يما. من اللي بكلهم دور? يا له يا جماعة الجبن السودة. وهنا طبعا يا كله جبن سودة. مفيش جبن حمرة. احنا بيعنا الجبن الحمرة الحلقة اللي فاتت اصلا. شفتوا الدولاب ده? الدولاب ده خاص بحفظ اللحمة او حاجة زي كده. انا صعب ما عرفش هحتاجه في ايه بالزبط بس خلاها نحط منه اتنين. خلاها نحط برضو هنا تربيزة ادي واحدة. ايه مرحيم. بس كده. ادي كده اول حاجة خلصناها الحديد. المشكلة الليل في اللعبة دي ليل. الليل ببعنا اصح. اللي هو بص هتنام يعني هتنام غصبا عنك. خلاني نشوف ايه ورانا بكرة. طيب لكن عائفة ده انا مش عايز هنام. يقول لك لأ هو الله هو عندنا ليل كده. قدر ان انا ارفع الليل عن طريق الجامعة بتاعتها بس بتبقى مشكلة كبيرة والله فتكرت الخنزير ده ميت. يا رهوي. بس المشكلة بقى ان انت هتيجي النهار هتلاقي بقى الدنيا باهتة وشكلها وحش. ابسيته يا رجال. كده يعتبر بنينا التلت تربيزات وهو ده المطلوب اثباته. نبدأ بقى نمسك بقى المفارن بتاعتنا. طبا هيكونا محتاجين تلت تربيزات عمامية ومش تربيزة واحدة. يعني عادي مش هتفرق جامد يعني. بس المهم بس نبدأ نحط المفرامة بتاعتنا بطريقة احترافية بحيث نقدر نحط تحتها لحلة. اتوقع كده ان شاء الله هتبقى تمام. حلو? ونجيب حلة ونحطها تحتها. هتبقى بالشكل ده. ونجيب المفرامة التانية. ونبدأ نحطها هنا. اه دي اللي بتبقى عند الجزارة يا جماعة. لما بقول له عايز لحمة مفرومة. بيعمل هالي. يبقى دي بتاعت السجوك. ايه ده? طب دي يعني ايه ما عادي يعملهاش لازمة دي. لا يكون في حاجة تانية بتتحق. لا ده ممكن تلاقي ايه دي اصلا بتطلع اللحمة تحطها كده في. اه ممكن تلاقي السجوك اللي بتطلعه احنا بنحطه في الدلاب والنشافه. اه فهمت انا دلوقتي. اصلا كنت مفكر كل المفارم عايزة لحمة. جماعة فضل جهاز. انا كنت شارع اربعة جهزة متهيق لي. ازاي? والله كنت شارع اربعة جهزة ما كنتش رميه وبانا هنا كلهم دلوقتي. بعقولة يكون مركبش في العربية او مزمتش فيها فبالتالي حصل اللي حصل يا نهار ابيض. ده ممكن يكون كم ده حصل. طيب دلوقتي بقى خلاني نبدأ نجرب كده ونشوف الدنيا بسم الله رحمة رحيم. هاتل يا باشا كل حاجة عندك بعد ازناك. ما عرفش هل بتاع الخنازير ده هينفع يبقى لحمة مفرومة وكده ولا لا? خلان نشوف بسم الله رحمة رحيم. حط دي هنا. شيل كده يا باشا. حط هنا. يا لهوي. طب ده ده تقريبا ما بتحطش جوا يا جماعة. اللحمة بتبقى مفرومة هنا بس. عشان كده. طب الحالة دي بتتملي من مرة واحدة يعني ولا مش فيها? تقريبا مرة واحدة اه. يعني السجوك اصلا ده بتاع البقر بس. اه عشان كده هي دي اللي لازمتها ايو 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 طب تمام فهمت. 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 وطبعا الدولات ده مفوض نعلق فيه السجوك. خلي بس الكم حالة دول هنا. نجيب اخر حالة. نبدأ نبليها. يعني من الاخر انا هروح ابيع الحاجات دي. صراحة شايف ان هي مليهاش لازمة. دي بقى يا معلم اللحمة المفرومة بقى. خلي دلوقتي نطلع على السوبر ماركت نبدأ نجيب لنا الجهازين خشب ونبدأ نقطع في الاشجار اللي هنا. عشان نبدأ نبني المزارع بتاعتنا. طويلنا اهو على فكرة. دلوقتي انا معي ست تلاف جنيه. حلو والبتاع بقل. فخلاني اشتري لنا واحد اتنين تلاتة. لا ده البتاع بسبعمائة خمسين. طب ممتاز جدا عاد على فكرة. ممكن برضو نشتري لنا كمان واحدة ولا خلاص. خلاني اكتفي بدول علشان كده هيبقى مجموحهم كبير. لان اصلا الجهاز سريع اساسا. فانت اصلا مش هتلاحب. بس هي الفكرة ان كمية الاشجار اللي احنا هنقطعها كبيرة جدا. فهنحتاج احنا الكلام ده كله. بسم الله الرحمن الرحيم. في منوك واقولي عم يميدو المزارعة اللي انت زرعتها من كم حلقة فاتوا. الارض يعني. ايه نزمك فيها مش هتروح لها ولا ايه? بعدين 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 يبقى لان بصراحة عايز كده ايه? اتماعن فيها. عايز اقرأ عنها اكتر في الويكي. لان انا اعتبر ما قرأتش عنها جامد في الويكي. فبالتالي مش عايز ابوصلها دلوقتي. عشان عايز لما ابدأ فيها ابدأ فيها صحي. اللي هو ايه خلاص بقى كده عم يميدو داخل هينسي في الدنيا. كده بقى معنا ستة وفي واحدة هناك كده سبعة. خلاب المرة نعاد ناخد المقطورة بتاعتنا الجميلة دي. شوف 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 طالع برا ازاي ده? طب انا ما عافش ايه اللي طلعوا برا. طيب بصوا بقى يا جماعة. احنا هنحاول نكسر هنا اكبر كامل من الاشجار. بقول لك يبعدزنك بس وعد هنا دلوقتي. هنحاول نكسر بقى هنا اكبر كامل من الاشجار بعد كأن نتوجه الى منطقة تانية وهكذا. والله انا شايف تلاتة ان هم كافين ووافين والله العظيم بس لازم برضه زود. خلينا نجرب الاربعة كده مع بعض ونشوف ايدين يتم. بس خلينا بس نيجي عندهم كده نبدأ بس نملة بتاعتهم بسم الله الرحمن الرحيم بس كده. انتم تعرفوا ان انا مستقبلين اصلا هابدأ اعمل مبنى خاص بالالات علشان نقدر نعمل خشب بطريقة معينة هيبقى الموضوع جامد هتشوفوها هيعجبكم ان شاء الله. كده اتوقع مية مية. بسم الله الرحمن الرحيم. وحنا تلاقي ان لحظة التكسير يا زلمة. خلينا نخف اللاجر رخم ده. ما خلاص يا جدعان عدوني بقى ده. ايه ايوة قطع يا مدير قطع والله ما هلاحق عليهم انا عارف. بص. يا دوب تخلص الليلة التانية فتحت على طول. لدرجة ان انا عايز اجيب عشان اعرف احدد بسرعة. بس البداية ان هنا بقى في المزرعة ان الان بتاعها مسابت. يعني الوقت انا عايز انشر على المنطقة دي تلاقيه بيجي حواليها ما بيجيش عليها على طول خط مستقيم. لازم بتوعف شو ايه وتثبت ايدك عشان تقدر تعمل حاجة انت عايز تعملها. سبحان الله العاصم مبتجيش اللي واحنا شغالين لا الها الا الله. يا المنزر ده يا جماعة بفكرني بلعبة يا لهوة عليها وعلى سنها البيضة دي. نفس تجوك كده بالزبط بس لما الضباب يجي لك بقى. ويتلاقي الزوم ببقى كله جاي عليك من جميع انحاء القرى. هينفوخك هينفوخك. لازم يبقى معك حد يساعدك. بس انتم عارفين بقى حلوة اللعبة دي في ايه? ان هو مسلا بيجي واحد يقصلك الخشب. وانت قاعد بقى معالم ما بتعملش اي حاجة. طبعا بتروح تنقذوا المعسكر. يولفة كده ان شاء الله هننزلها على القناة يا ربنا يا سهل. انا كنت بنزل منها تلات حلقات بالزبط بس ما كملتهاش لاسباب اه غريبة. انا مش فكر ايه هي بالزبط يعني بس ايه ان شاء الله هنكملها ورايب ربنا يا سهل ان شاء الله. انا اتوقع صراحة ان انا مش همشي المسافة دي كلها برا المزرعة فخلينا هنا في الحائز بتاعنا. بس انا برضو عايز خشب يعني انت فاهم ايه? بس انتوا عارفين بابصوا برضو لحاجة تانية اول كده كده اصر خشب يعني حتى لو نقص علي اراح الشريك كده كده البتاع بعشرين جنيه يعني احنا ممكن نشرنا مسلا مية بالف جنيه ورايح دماغة فاهم حاجة? فهيب برضو الموضوع جامد دلوقتي انت اصلا مش محتاج اصلا برضو الخشب ده في حاجة. بس انتوا عارفين منها نخف اللاج ومنها برضو عشان اجيب برضو الالات او بتاعود دول يبدأوا وينضافوا الارضية. بس ازايد انا كنت محتاجة واحد صاحبي يجي نضاف معاه الارضية. بس للأسف الشديد صاحبي ما عندوش اللعبة الاصلية. نبدو ناخد الخشب ده كل انا دي هناك. شو شو شو. اسرع حاجة واحلى حاجة. كان نفس والله هي قادرة احط المكان بتاع الخشب ده على عربية متنقلة وابدأ امشي بيه. وصراحة تقطيع الخشب متعة بس متعب في نفس الوقت. تبص هنا الدنيا حلوة. تجي تبص وورا تلاقي فلاج. لا اله الا الله. ان شاء الله تكون المساحة دي كافية ان احنا نبدأ نبني عليها الحاجة اللي انا عايزها بالزبط. حلو الكلام. فاول حاجة هنبدأ بيها تأسيس المزارع. وان شاء الله الحلقة الجهة هنبدأ نكمل. طب هتعمل ايه عميم يدو. بص بقى يا سيدي. اول حاجة هنزبط المزارع الخاصة بالمعيز والبقر اللي هما الحلوب نفسه. هتبقى من الخشب العادي. نفس البيت اللي احنا بنينه هناك بس هيبقى على شكل المزارع بالزبط. نقسم فيها بقى كل حاجة. الشكل المزارعة وكل بقرة تقعد لها في مكان ومعرفش. هنبدأ طبعا من الجزء ده. ونبدأ بقى نبنيها. طبعا هحاول ابنيها شوية بحيس ان انا اخلي لكل بقرة بالزبط. احنا هنحط بالزبط عشر بقرات في الاتجاه الواحد. وفي حاجة برضو حلوة كمان انه انا هخلي المعيز برضو وصده بناحية تانية. يعني احنا نبني مزرعتين في مزرعة واحدة بس. شفتوا الشكل بعمل ازاي? هي كده المزرعة بتاعتنا. هتوبة كده سبل وبسيطة وحاجة بانتناس. نبدأ نجمع الخشب ده. يا لهو يجد عن تجميع الخشب ده متعب. نفسه والله الخشب كله يتجمع بالشكل ده. بس بعيزناك بس فيه الواح صغيرة كده. باعيزناك احنا مش عايزنا تفلت من عندنا عشان بس ايه ما نزعلش مع بعض. نبدأ نرص الحاجات دي هنا. انتو عارفين بسبب التقاطية ده ممكن نحله بحاجة واحدة بس. ان احنا نخلي اللي هي دي هنخليها كده. شل الحشيش البعيد يعني ما اشوفش الحشيش البعيد اشوف بس اللي تحت رجلي. وهو ده المطلوب يزباته. ممكن يخف اللاك شوية لو خف اللاك شوية بيكون مية مية. ما خفهاش بقى برجرة تاني وخلاص. نبدأ بس نزبط الخشب هنا بالسريع. العربية اتملت عادة. نرص على سقف بتاعها. يا عمي كده تمام ان شاء الله يكفه. بسم الله. تفتكروا الشكل ده هيكفي البقر والمعيز الهفالي. اصلاها بالزبط محتاج اجيب على قد العدد ده بالزبط. مش هزود عن كده. هو ممكن بس الخشب هو ممكن ما يكفيه الصراحة يعني. حد فيكم ممكن ايه عمي ميد والله كنت بنيت لك مزرعة حمراء ورايحت ادماج احسن واوفر. هي هتوب احسن واوفر اه بس دي هتوب اريح. هي الفكرة بقى كلها في الراحة دي. يعني مسلا حد ممكن يسألني سؤالي يقول لي شمال انت بنيتها تلاتة بس ما نكون ممكن مسلا تبني العرض اربعة او حاجة زي كده. هو كده مناسب ليه بقى? لان انا اصلا هخلي زي ما قلتلكم على الجناب اليمين والشمال بقر ومعيز وفي النص هنعمل الالات الاوتوماتيك بحيس ان هم يحلبوا اوتوماتيك وخلاص كده الراح دماغنا هيعمل حاجة. والله بفكر صراحة راح اشتريه خشب من عند السوبر ماركت وراح دماغي. كده كده الخنزيرة عندنا بسم الله ما شاء الله عدين يكتروا كل شوية. ثمان الخنزيرة واحد اصلا انت ممكن تشتري كمية خشم مش طبيعية. بس كده زي ما انتم شايفين الشكل والساحة بتاعتنا ريئة مش كده. ندخل بعد كده بقى على بناء الصور. انا هخلي الكل صور لشباك ليه بقى عشان المعزة مسلا عايزة تتهوى عايزة تتفرج من الشباك فلازم نروأ عليها. يعني الحيطان كلها من الاخرى هيبالها شبابيك. وبالمرة عشان نوفر برضو في الخشب. ما انت لازم تشغل دماغك برضو في الحتة دي يا زلمة. كمان بدأت افكر كده في حاجة وانا قاعد مبني في الحاجات دي. ليه مسلا ما عملش دور تاني سلم في النص. والسلم اللي في النص داي طلقنا عن معمل بتاع الجبنة ونخلي معمل الجبنة فوق. احسن من البيت اللي احنا حطينه بعيد ده. اه صراحة فكرة جامدة مش كده? عارفين كمان نعمل برضو نفس الكلام الاتجاه التاني بالشكل ده وبالشكل ده. هنبدأ نجيب الجيت اللي زي ده. لف بالبقرة مدير نحاول بس نزبطه بالزبط ايوة كده. زي السلم كده او مسلا لو حابنا مسلا نطلع بعربية يبقى برضو زي المطلع عليها او زي الحاجة اللي زي دي. نبدأ برضو نحطه هنا بالشكل ده. بسم الله ما شاء الله. شايفين شكل مزاري عامل ازاي? دلوقتي بقى حانت وقت التقسيم. هنجيب بقى نص بتاعه زي كده ونبدأ نقسم بالشكل ده. بس قبلها عايز صراحة اجيب بتاعت الحصيرة خلان شوفها هنقدر نقفل على كده ولا لأ انا بقى عايز ازبطها على كده. هتزبط عادي? ان شاء الله هتزبط عادي صح? اه طب ممتاز جدا هو الده اللي انا عايزه بالزبط. تبقى كده متزبطة عادي جدا ومزبوطة ان شاء الله هتبقى مزبوطة كلها. ممكن نبني على فكرة الفنزي ده ممكن يبقى ريح بكتير بس طريبا مش هتزبط هنا لازم تقعد تلف وتزبط يعني ايه تحسوا كابت بين عشوائي عكس البونة النص ما عشان كده بصراحة انا حاب ان انا ابني نص طوبة احسن بكتير من اللي هو الاسور او السياج او كده هيبقى بالشكل ده. نيجي برضو من الاتجاه التاني نفس الكلام. شايفين الشكل? مش هكتفي برضو بكده هنبدأ نحط الكل معزة اكل والشرب بتاعها. بس كده عم يميدوا بتير. قل لها انا هعمل ايه طيب? وما ينفعش ان انا اخلل الاتنين مشاركين في نفس المكان. معزة واحدة هتكفيها البتاع الصغيرة. فاحنا هنحط لهم بتاع الفراخ. ايوة الصغير ده. هنحط مسلا بس احنا عايزين نخليهم بس بعيدة عن الركم التاني بس علشان ايه? ما تجيش المعزة التانية تاكل من عندها. فهم حاجة? يعني كل واحد يبقى له بتاع الواحدة ويأكل فيها. بصراحة برضو انا عشان استهلاكها قليل. اتمنى بس معزة تقدر تاكل منها عادي. وانتو برضو اكتبوا لي في التعليقات لو دي ما بتنفعش ان المعزة تاكل منها او البقرة ولولي برضو خلي بالك عم يديو دي ما نفعش على ساعتها اقدر اكنسلها قبل ما ابدأ ابنيها. وقادي اخر واحدة. الحمد لله. كده يعتبر خلصنا يعني زي ما تقول كده ايه? خمسين في المية من المزرعة. بعد ما قفت تصوير قلت بقى هشتغل بقى شوية ورق كواليس عشان نجهز الحلقة الجاية. زي ما انتم شايفين انا جيبت اللوت ده معي الديهان ده بصراحة عايزة غير لون البيت الاخضر ده شكله بصراحة مزعج بالاضافة كمان خدت العربية الكبيرة وروحت شاري خشب كتير وحطته جواها علشان برضو ايه ما نقدرش نوقف الدنيا ونوقف عامة والكلام ده كله فقلت بس كده مية مية نبدأ نبني بقى الصور بتاعنا واحدة واحدة ونزبطه بس انتم عارفين اللي في دماغي يزبط يعني هربية ده هيبقى الموضوع جامد اخر خمسين الف حاجة خليني بس انزل احرك هزي السيارة الرائعة من هنا شايف يا جماعة كمية البتاع اللي انا اشتريتها بخخيات بقى ودنيا شفت بتعود الاكل اللي احنا عملناهم دول هل بتعود دول بقر ينفع يكل منهم والمعيز ولا لأ لانه لو مش هينفع يبسعتها كنسلهم بس انتم عارفين انا حس ان هو هينفع يكل منهم عادي كون جرب لو زبط زبط ما زبطوش هنبني البتاع الكبيرة مع انه والله مش حابة ابني البتاع الكبيرة لان هي مكلفة وزي ما انتم شايفين شكل الابابة عامل ازاي هو كده الجمادان صح ايه رأيكم في كده بقى شكله كده لزيز. على اليمين هنبدأ نحط المعيز او البقر وكزلك عالشمال النوع التاني ونبدأ بقى نزبط لهم بتعود الاكل دول بس زي ما انا قلتلكم عرفوني هل دول ينفع المعزة او البقرة تاكل وتشرب من هم ولا عرفوني داحت في التقلقات عشان لو كان كده ابنيهم على طول قولولي برضو هل نعمل دور تاني هنا طب الدور التاني لو عملناه نعمله ايه مسلا كما اعمل جبنة ولا مسلا ممكن نكبر البتاعة دي كمان شوية الورى ونعمل الجزء التاني منها معمل الجبنة يعني انتم عرفوني برضو قولي اقتراحاتكم في التقلقات انا اسيب العربية دي زي كده خليوه بس ندخل اول حاجة قبل ما لدي الحلقة على البيت بتاعنا الجميل بتاع الزرع ده بس نبدأ نحط له البخاخات دي ونبدأ ندي للبيت لون تاني لان الصراحة اللون بتاعه كده مش عاجبني من برة شكله فائع كده فهم ومش لطيف فبسم الله الرحمن الرحيم او ده طلعوا يا جماعة اصلا من غير زرع ممتاز جدا حلو ده اه ازاي طلعوا من غير زرع من ميده اصلا يا جماعة طلعوا من غير اسمه ايه ده يا لهوي طلعوا من غير اه من غير راي يعني من غير جهاز الراي اللي شايفين قدامكم ده. بس ازاي هوما ساعت ساقتا قد. لا خلاص خليك انتي هنا بقى. او الله شو بتزق ازاي يكدعان? بس دي لسه برضو عايز عاجبني والله هان نظام الراية ده شكله خطير. بس والله بيت الزارع بقى جامد. عايز برضو هزود هنا كام حوت برضو بلمرة علشان بس يبقى ايه كده كله. تمام وزي الفل. ممكن تحط لي واحدة مسلا بعيد شوي. ماشي انا موافق. اروو كده خلاني شوفها ايوا بس كده هو ده المطلوب اثباته. خلينا بقى ناخد البوهية. نبدأ بقى ندهن كده. شوفت الشكل ده? انا حس صراحة الشكل ده كده مريح للعين اكتر من اللون الاخضر. وحلو بيعمل كتير برضو مش بيعمل قليل. لما تقوليش للدنيا هتليل. ده لسه ساعة اتناشر خمسين. اوف العصفة. يا اخي مشكلة الرعبة ده العصفة الكتير اللي فيها. خلان نحط الفراخ مية. ونحط لهم شرب. خلينا بالمرة اقام له تنك ده. بس كده. عارف انا في يوم من سيد التنك ده. يعني هربت كانوا هيموتوا مني. بس الحمد لله لحقتهم. كده اتوقع لسه بقى الجزء اللي فوق ده. طب انا ازاي اطلع جيب بقى الجزء البعيد ورا 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 ده اقدر اجيبه من هنا. لا مستحيل. طب ازاي مسلا يا زلمة. يا نابد احنا عندنا هنا كمية بوهية. خلي برضو ادي لون للبيت ده. ايوة كده اخي خلي شكله كده. كده شكله بقى لزيز. احسن يا عمم الشكل الادين بتاعه حتى الادراك برضو بتاعته خلينا نلونها. انا عايز ازبط اللون لفوق ده يا اسطى. طب ازاي اوصله يا جماعة? يعني ازاي هوصل الجزء شفت انتم كم خشب اللي فوق دول ده انا عايز اوصلهم صراحة. بس بصراحة اللون الخشب بجوة رايق. يعني مسلا احنا لو حطينا ده مش هيبه لطيف. شفت الشكل? هقول لك الحاجة حلوة. خلي الارضية دي كده كلها نفس اللون كده. هو حتى الاحوات كيف انا قدر للوينها? لا 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 انسيب بقى الاحوات دي هنلون اخضر زيادة اللي برة اللي هو مش عاجبني. هنديلоб له اللون الحوط كده هيبقى شكله ماشي وبن ناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بس كده يا سيدي. اتوقع كده امنا طيبة. ار acrylicو في الشكل كده اظن كده بقى كويس لذيز نوعا ما يعني. بس انا نفسي الون الكام الخشبة اللي في النص دول. متهالك كده الشكله بقى احسن صح? يعني نتيجة بصريك هتحس ان عينك مرتاحة. انا نفسي بس اطلع جيب اللي فوق دول. طب استنوا يا جماعة اصلا هم ومش هرتاح الا ما اعملهم. ممكن نجيب العربية الجميلة دي. بسم الله الرحمن الرحيم. نخلي الجرر ده هنا. عشان ننط عليه ومن عليه نطلع على طول على فوق الحزيرة بتاعت الفراخ. بعد كن شغل هذا الوحش الصغير. بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم. ونحاول ان احنا ايوة بس كده. بعد كده نجيب علبة الديهان. مش هعرف امسكها صح? هعرف امسكها ازاي زال ما مش هاتف امسكها. بعد كن نجيب من عند الجرر ونحاول ننط مسلا من الجنب من هنا. ها? ايوة ها? ايوة. بسم الله يا مساء الحالة. ايوة. هو ده المطلوب اثباته. بس كده يا عم. لون بقى يا مدير كده وانت قلبك جامد. هو ده المطلوب اثباته. بس كده يا باش اهو. لوننا الدنيا كلها من فوق. وما حدش يقول لي مش هيلفع تتلون. بس كده. زي ما انتم شايفين طب والله شكل البتاع من فوق جامد. نتأكد بس ان كله تلون وكله تمام. اتوقع كده كله تمام. ودي يا باش اي ده ازاي ما لونناش الجزء اللي وراء ده. بس كده. ها? في حاجاتين ما تلونتش. اتوقع كده كله متلون تمام. وبس كده شباب نكروا صريحة الحلقة. شوفكم على خير في حلقة جديدة وفي امان الله على السلامة. بس شايفين شاكل البيت بقى خرافة مش كده.